اه مودة كيف الاخبار. اه ثلاثة ومية. رأي مياحيو كيف الاخبار. اميمة سليمان. سورة جو. طيب اخوانا سلام عليكم مساء الخير ان شاء الله تكونوا يسين. اه سريع كده يعني اه عندنا مشاكل محتاجة حل ومحتاج الناس تقعد فيها محتاج ضغط علامي. اه في البداية والحيبة اسمكم نشكر القوات المسلحة لاستجابتها لاصوات الاستغاثة من اه مواطنين اه المعمورة. والحمد لله يعني اه ناشدناهم واستجابوا يعني اه استجابة قوية. وما زالت المعارك مستمرة. اه ضربوهم ضربوا المتمردين الدعامة والغواصين حقينهم في اخر محطة والمحطات اللي بارتقزوا فيها. والمحطات دي احنا اتكلم عنها حسي. لكن والحان اشكرهم. والناس المعمورة قالوا من بداية الحرب لحد الان ما شافوا ضرب العنف ده اه للدعم السريع لانه كانوا حقيقة امس عملوا حاجات اه مش منافية لل الاخلاق الانسانية. ما في بني ادم بعملها. البيوت اللي اختحموها. يعني اتجاوزوا كل الاعراف الناس زي اللي عندهم فهم غريب في راسهم. يعني البيوت الدخلوها اللي يقولوا العربية ما بيتدور بيشيلوا الورق حقها. اه تملك عجيب يعني تملك فاية الحد. المسألة بتاعت انه يرعبوا الناس ويضربوا الرصاص ويضربوا المواطنين ويزلوا الناس. الحاجة دي اتجاوزوا فاية الحدود. وفي حادسة حصلت في اه مربعات الفتحاب. اه حتاته كانوا مسيطرين عليها. بواحد من اللجان المقاومة ارشد على زول. ومشو احتغلوه. سرقوا من بيته المواطر عربية. ربطوه وضربوه قدام اولاده. وهددوا زوجته. وهددوا اطفاله. وباعاز من واحد من اللجان المقاومة. مع انه زول الان في يعني في قبضته وبطلع بازن الله. لكن زول العمل العملية ده حيكون عبرة. والله حتتعلك في الكبري بتاع الفتحاب. يعني الحاجة اللي انت بسببك حصلت للاطفال دي وحصلت لامهم وحصلت. تحت دعاوي انه فلان امنجي او فلان انه كوزة او فلان انه اه بتاع جيش. انتوا يا الحرية تغيير الدعم السريع بعد ما اعتغل الناس دي ويعزبهم. بعد رجع عليكم يقول لكم هاكن دي قروش الشعب السوداني. شناه منه. هاكن دي اه بيوتكم. هاكن دي عرباتكم. واللي المسألة تفشي وغبينا عشان عشان تبرروا ليروحكم السادية والمرض والسايكوباسية اللي انتوا فيها انتوا مريضين بالمناسبة الحرية والتغيير. لكن دي كلها كويسة. حنخطتها مرجعية عشان بعدين ما يفي الرحمة. والله. والله ما يفي الرحمة بعدين. شكرا للقوات المسلحة اللي استجابت لأصوات المعمورة. وحيواصلوا في ضربوهم طيران وضربوهم متحركات وضربوهم. وحسي الدرب مدور. وحسي جسس كونيا الدعم السريع. الما بتقدر تمشي جملة زيس شارع الستين. ما بتقدر تمشي من الجسس بتاعت الدعم السريع. لسه فرفرو. لسه فرفرو. وحنا طبعا مسالة الشماتة في الموت دي. اه عندنا فيها عقيدة بالمناسبة. ما احنا بنشمت في موتة الطاغية. زي ما انتوا حسي بتشمته في انه فلان ضربوه ولا احتلوا بيته ولا ولا اقتصبوا مرته. احنا بنشمت في موتة الطاغية. نقصت الكرة الارضية واحد من الطوال الحمد لله. وبنخد قلوب في في الفيديوهات بتاعتكم. بعدين نخد قلوب بالمناسبة. وحسي بعدين تفرفرو. الدعم السريع اسمعوا كلامي. شارع ستين شايفينه. امشي شلقته الناس دي الحسي. امشي شوفوهم. باقي الليل ده حتتامنه. المعمورة ايه بحاجة تانية انه الناس الفيها كلهم طلعوا وفضلوا الناس بسيطين. الباقين القاعدين دي كلهم جواسيس. تاني حاجة. في زول اقترح عليه يخترح قبل شوية. حنضيفه للمقترحات حقتنا. اول حاجة. اه ستات الشاي. ربنا اديكم الصحة والعافية. وما عندكم مبرر لانكم تطلعوا الشارع تشتغلو. ما شايف مبرر. ما في اي مبرر. الستات الشاي هي تجمعات بقعدوا فيها الناس. احنا عندنا حارب بتمشي تقعدوا وتتونسوا مع الستات الشاي كيف? المبرر شونو تفضل. يعني اخر محطة حسي دي اللي تضربوا فيها الدعامة ديلة وبيحتموا بالمواطنين. ستات الشاي والاكل قاعدين. بيتبيعوا اكل للدعامة لشنو? يعني المسألة ديتو انتو ما معانا? ولا الحاصل شنو? لما انطلعنا احنا ثورة كنتو بتقول احنا والله يرزقى اليوم بليوم ما بتكفي المحلك ولا بتزيح الفرشة حقتك بتاعت المنقى من الموكب. من شارع الموكب. مذكرين الموكب بتاع بحري لما الناس لموا ليك الطماطم ولموا ليك. انت بتقول لي انا والله يا اخ انا ما عندي شغلة. انت مواطن انت تسعين في المئة من الدولة. والله انا ما بهمني لبحكم منه. ما بهمني احنا ديل لكن في النهاية ما انت بتيت تدعوك.